وعلمنا طبعا في المحاكمة أن هذه الكاتبة كانت مهمتها هو نصب كمين للموكب الملكي المتوجه من فاس إلى الحاجب إذن الكاتبة هذه كانت مسلحة مسلحة طبعا لم تشارك أنت فيها لا لم أشارك فيها أنا كنت مع التجريدة التي ذهبت إلى الحاجب من أجل الاستعراض نعم هذه الكاتبة كانت فيها ذخيرة حية وكانت فيها أسلحة ثقيلة ومدفعيات وفي آخر لحظة جاء الأمر إلى الكاتبة بإخلاء المكان لكن هذه الكاتبة لم تكن تعلم أنها ذهبت من أجل تصفية الملك أبدا وعمل كمين للموكب الملكي أبدا أبدا طبعا لم تكن تعلم شيئا من الذي كان يعلم فقط كان الذي يعلم هو أعبابه هو أعبابه بتضعب معه بترتيب مع بعض الضباط الذي كان قالوا سنشارك في المناورة ويعني سنقوم نحن فقط بنصب كمين بنصب كمين لما الجنرال اتصل بالكولونيل وقال له جنرال المدبوح لأن الجنرال المدبوح عمل كل ما في وسعه لكي لا تقوم كالأجراءات الأمنية التي عادة ما تقوم بها الأوساط الأوساط الأمنية لإستجلاء واستكشاف المكان الذي يمر منه الملك بالمروحيات إلى غير ذلك ولما حس الجنرال المدبوح بأنه أثار شكوك الدوائر الأمنية لأنه أصر على عدم استعمال هذه المروحيات ولما رأى أن دوائر الأمنية أخذت تشكوك يقول لماذا؟ هناك أمر ما؟ إن شائعهم ما؟ إن وراء الأكمة ما وراءه نعم فلما شعر المدبوح بهذا وخاف من أن ينفضح أمره أمر عبابه بإخلاء المكان وكذا فانسحبت الكتيب انسحبت الكتيب كأن الشيء لم يكن والأمر تكتم عليه تكتم عليه لأن كل الضباط المشاركين لم يكن يعلمون أنهم سيشاركون في النصب كمين للموكب المدبوحي نعم أنتم كضباط الجنرال المدبوح كان على علم واطلاع بالفساد الذي يحدث كان غير راض عن ما يدور كان يحاول أن يضغط على الملك أنتم كضباط في الجيش الملكي أنا ذاك هل كنتم تشعرون بحجم الفساد الموجود أيضا في الدولة؟ هل كنتم ناقمين على الملك مثل نقمة الجنرال المدبوح؟ بكل صراح الفساد كان ضارب الأطلاب في كل الوحدات كيف؟ وكان كل رئيس على وحدته يفعل ما يشاء كيف؟ واضح لنا الأمر يعني أن هناك كان كثير من الاختلاسات كثير من كل يعلم هذا كان كثير من الاختلاسات وكل رئيس إلا من رحم الله طبعا لا أؤمم هناك العديد من الضباط النزيهين الذين بقوا على نظيفين ولكن عموما فكل رئيس وحدة كان يفعل ما يشاء في وحدته وبذليل أنه في يعني الكبار لأنهم كانوا ينهبون فكانوا يتركون الصغار يفعلون ما يشاءون حتى يصبح الكل متورطا في الفساد ولا ينظر أحد إلى الآخر على أنه فاسد أو يتقيمه بذلك؟ لا أعتقد أن الكل يعلم والكل يتعامى نحن في مدرسة أهر ممو كنا نعرف طبعا كذباط نعرف مثلا بحكم بحكم علاقتنا مع الضباط آخرين ما يقع في الوحدة الفلانية والوحدة الفلانية وطبعا أعيد وأكرر أولح على أنه لا أعلم هناك من الضباط السامون من بقي يعني نظيفا مثل من تذكر من الأسماء التي أقول مثلا رابطا يقفز في ذهني كل مرة هو أنا معجب به كثيرا ونور معه في وجدة على الحدود الشزائرية المغربية والكلوني الحسن بن طهر حسن بن طهر هذا كان وهو طبعا ينحدر من الريف كان في منتهى النظافة كان رجلا بسيطا جدا ويعاف البضغ ويعيش أسكريا برطبته أعبابه حينما كانت يده مطلقة ويفعل ما يشاء هل كان ذلك بدعم من المدبوح بلدياته رفيقه أم من إدريس بن عمر رئيس الأركان يعني لا أستطيع لا أستطيع من موقع كبابة صغير أن أقول بأن المدبوح كان يعلمه ما يفعل أعبابه ويتغاضى عن ذلك الله العلم لله كل ما أعلم هو أن الجنرال أدريس بن عمر كانت له علاقة وطيدة مع الكولوني المدبوح مع الكولوني الأعبابه وأنه بعد تغيير الماجور العامل قوات المسلحة أدريس بن عمر حين عين وزيره للبريد وحل محله الجنرال البوهلي تغيرت الأحوال يعني العلاقة بين الرجلين لم تكن على ما يرهم بين البوهلي وبين مع أبابه مع أبابه نعم بعد المحاولة الإنقلابية التي ألغيت في اللحظة الأخيرة في 1471 حينما رجعتم إلى المدرسة بعد هذه المناورات بالنسبة لكم هل تغير أي شيء في التدريبات هل دار بينكم همهمات أو حديث أو نقاش عن إلغاء البناورة إلغاء الكمين إلغاء هذه الأشياء أبدا لم نشعر بأي شيء الشيء الذي وضعنا في ورطة وهو أننا كنا قد أنهينا جميع التمارين المقررات الدراسية كنا قد أنهيناها وبقينا في فراغ لنتظروا حلول الأطلة الصيفية التي كانت عادة ما تكون في اللي وأغسطس نعم بقينا ولكن عبدوا لإشغالنا في أشيء ما فكانت هناك حفلة ستقام في الرباط وهي حفلة الجيش ليلة تسمى ليلة الجيش كانت تقام فيها حفلات بمحضر الملك وبمحضر الشخص أغنى ورأس يعني يعني يتمارين رياضية محلومة ما ويد إلينا بتشكيل هرم هرم بشري في سرعة مفرطة تأتي وحدها وتشكيل يعني كل واحدة تبرز لياقتها العسكرية نعم طبعا فانشغلنا بهذا إلى أتليوم الموعود ما هي الخطوات التي سبقت تحرككم إلى قصر الصخيرات في عشر يوليو تموز 1971 وهو الذي كان يوافق عيد ميلاد الملك عيد ميلاد الملك من الأشياء التي طرأت في المدرسة وهو مجيء قافلة من الشاحنات جاءت من وحدات توجد في عين حرودة قرب ضر الميضة تتواجد فيها وحدة المعدات الأسكرية والشاحنات إلى غير ذلك جاءت قافلة من الشاحنات صاديهم الفرنسية الصرع متى تقريبا؟ يعني بيوما قبل الإنقل نقول تمانية يوليو؟ نعم جاءت تبركزت في المدرسة وقيلنا بعد هذا بأننا سنقوم بمناورة في غابة بن سليمان يا مدينة واقعة بين الرباط وبينها الدار البيضاء وسار الخبر أولا هناك أمهمات تصرب الخبر ولكن ليلة يعني اليوم الذي صدق الإنقلال هذه القافلة التي جاءت كان معها جنود ولا فقط؟ لا فقط وحشتها مرشح فيها طبعا سائق السيارات فقط سائق السيارات فقط كانت محملة بالزخيرة بسرعة؟ لا 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 بلا شيء جاءت لتحملنا إلى طبعا نعم 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 فبعد ذلك جاءت الإدارة إدارة المدرسة وأخبرتنا بأننا سنناور في غابة بن سليمان وكما سبق من الذي أبلغكم أعبابه أم أحبابه؟ لا أنا مدير الدراسات مدير الدراسات أبلغكم هذا يوم 9 يوليو؟ نعم تشكلت الكوموندوات وهنا أركز عنها مقطة مهمة سيكون لها ما بعدها وهي النقطة أن الكوموندو كان خليطا من التلامذة تلامذة السنة الأولى والثانية والثالثة هذا عسكريا ليس صحيحا؟ لا ليس صحيحا ولكن أقول لأنه له ما بعده لأن كل ضابط لم يكن يعرفه لا يحكم التلاميذ ويعرف كل التلاميذ والتلاميذ لم يكن يعرفه الضابط